قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة قوات الجيش اليمني تتقدم باتجاه جنوب شرق محافظات تعز قوات النظام تقصف نواء السورية وخروج المستشفى الوحيد عن الخدمة بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم في نشرة الظاهرة التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة البوسنية سعيفه أمس بدولة الدكتور دينيس زفديتش رئيسي وزراء البوسنة والهرسك وذلك في إطار زيارة رسمية التي يقوم بها سموه لجمهورية البوسنة والهرسك تلبية للدعوة التي تلقاها من فخامة الرئيس البوسني واجر خلال اللقاء بحث مجالات تعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في جدة معالي وزير الداخلية والبلديات في جمهورية لبنان الدكتور نهاد المشنوق واجر خلال استقبال بحث سبل تنسيق مسارات تعاون بين وزارتين الداخلية في البلدين إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية دكتور ناصر بن عبد العزيز الدود ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد الله بن عبد الكريم العيسى ومعالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنة المهنة صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيدة الروكن تركي المالكي أنه في تمام الساعة العاشرة وخمس عشر دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة وأوضح العقيدة المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان قد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملك السعودي من اعتراضه وتدميره ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصاباته ولله الحمد وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت السمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدي واضح وصريح للقرار الأممي رقم 22-16 والقرار رقم 22-31 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية لنازحين في منطقة آل شبوان بمأرب يستفيد منها 600 فرد ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 269 مشروعا وفي بنجلاديش تفقد فريق مختص من مركز الملك سلمان لغاثة مخيمات اللاجئين الروهينج ووزع الفريق السلالة الغذائية وألف حقيبة للعناية الشخصية على اللاجئين الروهينجيين في الميدان اليمني أحرزت قوات الجيش الوطني اليمنية اليوم تقدما جديدا باتجاه مديرية إخدير جنوب شرق محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران وسط تقدم قوات الجيش اليمني وتضييق الخناق على المليشيات الحوثية الإيرانية تلجأ المليشيات إلى ممارسات تترجم إفلسها وعدم قدرتها على الصمود أمام الضربات المتواصلة للقوات اليمنية بدعم وإسناد من التحالف العربي حيل وأساليب جديدة تستخدمها مليشيات الحوثي لاستدراج شباب محافظة الحديدة للعمل لصالح أجندتها وخوض المعارك بدلا عنها وذلك بعد فاشلها بتجديدهم عبر طرقها المباشرة مصادر ميدانية أكدت بأن الانقلابيين يستغلون حاجة شباب المدينة المنكوبة للعمل معها إذ أقدمت على تكليف بعض من أنصارها بالمرور على عدد من حارات المدينة بدعوى أنهم تجار ورجال أعمال دون أن يتم إخبارهم بمعلومات أخرى عن طبيعة تلك الأعمال وفي الوقت ذاته أحرزت قوات الجيش اليمني تقدما جديدا باتجاه مديرية اخدير جنوب شرقي تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية حيث أكدت مصادر عسكرية تحرير منطقة الكامب القرب من مثلث الرهدة فيما لا تزال المواجهة مستمرة في المنطقة مع تراجع الانقلابيين إثر مقتل وإصابة العشرة منهم يأتي ذلك بالتزامن مع تقدم القوات الشرعية باتجاه الخط الرئيسي الواصل بين محافظتي تعز وعدن الواقعي في دمن تخدير وأكدت المصادر أن قوات الجيش اليمني غنمت أسلحة وذخائر بعد فرار ميليشيا الحوثي الإنقلابية من المواقع التي كانت تتمركز فيها استهدفت طائرات مروحية تابعة للنظام السوري مدرسة تأوي نازحين سوريين في قرية عين التينى شرقية القنيطرة ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة آخرين بجروح وأكدت المؤسسات الطبية في تقرير وزع على وسائل الإعلام أن الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين في ريف القنيطرة الشرقي ودرع الشمالي ما أسفر عن وقوع ضحايا وجرحة وأشارت المؤسسات إلى أن عدة براميل سقطت بمناطق متفرقة جنوب سوريا ولم يتم إحصاء الضحايا بسبب صعوبة التنقل من قبل فرق الدفاع المدني والتي باتت مستهدفة من قبل الطيران بشكل مباشر وأضافت المؤسسات في تقريرها الطبي أن أربعة ضحايا مدنيين سقطوا في قصف بالبراميل استهدف بلدة العالية شمال درعا في الأراضي المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم محافظة الخليل واعتقلت خمسة فلسطينيين بعد دهم منازلهم وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن قوات الاحتلال دهمت بلدة يطا جنوب محافظة الخليل واعتقلت خمسة فلسطينيين بعد أن دهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها فيما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل ومخيماتها نشرتنا مستمرة فيها بعد قليل الشركة السعودية للكهرباء تبدأ في تركيب العدادات الذكية خلال الشهرين المقبلين مرحبا بكم أكد الرئيس الأمريكي دولارد ترامب اليوم أنه ليس هناك مهلة زمنية محددة لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بموجب الاتفاق الذي أبرمه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وقال ترامب بأن البحثات مستمرة وتجريب شكل جيد جدا مشيرا إلى أنه ناقش قضية كوريا الشمالية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين خلال قمة ما فيه اللينسينكي والتقى الرئيس الأمريكي الزعيم كيم في الثاني عشر من يونيو في قمة غير مسبوقة في سنغافورة وقع خلال وثيقة تعهدا فيها العمل نحو نزع السلاح النووي بشكل تام في شبه الجزيرة الكورية لكن الاتفاق لم يذكر جدولا زمنيا للعملية أو كيفية تنفيذها انهار مبنى مكون من ستة طوابق قرب موقع بناء بمنطقة جريتر نوديا القريبة من العاصمة الهندية نوديلهي مما أدى إلى حصار ما لا يقل عن خمسة عشر شخصا تحت الأنقاض ذكرت إحدى الوسائل الإعلامية الهندية أن فريق إنقاذ عثر على جثتين على الأقل وسط مخاوف من أن يكون عدد المحاصرين خمسين شخصا على الأقل ووضح مكتب رئيس حكومة ولاية أوتار بريتش أن الأوامر صدرت إلى قوة التعامل مع الكوارث لتقديم كل المساعدات الممكنة والإمدادات الطبية للمصابين ذكر مسؤول الإطفاء أن كتلة من الحمم البركانية سقطت على سفينة سياحية قبالة جزيرة بيغ آيلاندا في هاواي فأصابت ما لا يقل عن 22 شخصا فيما يمثل أكبر عدد من المصابين في أحدث ثورة لبركان كيلوايا ذكر مسؤول الإطفاء أن كتلة من الحمم البركانية سقطت على سفينة سياحية قبالة جزيرة بيغ آيلاندا في هاواي فأصابت ما لا يقل عن 22 شخصا فيما يمثل أكبر عدد من المصابين في أحدث ثورة لبركان كيلوايا وقال داروين أوكيناكا رئيس إدارة الإطفاء بمقاطعة هاواي إن امرأة كسرت ساقها عندما سقطت قنبلة من الحمم على سطح السفينة لتخترقه وتصل إلى منطقة جلوس الركاب وأضاف أن السفينة تمكنت من العودة إلى مينائها في هيلو بعد أقل من ساعة وأن ثلاثة من المصابين نقلوا في سيارة إسعاف إلى مستشفى محلي وأبلغ رويترز بالهاتف بأن ما لا يقل عن تسعة آخرين إصاباتهم طفيفة نقلوا في مركبة خاصة إلى المستشفى وبأن المصابين يعالجون عشرة آخرين في الميناء وتحقق الشرطة المحلية وشرطة الولاية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية في هاواي في الحادث الذي وقع بعد قليل من الفجر بالتوقيت المحلي قرب الحافة الشرقية لبيج آيلند حيث تتدفق الحمم من البركان الثائر منذ عشرة أسابيع في المحيط منذ مطلع يونيو حزيران وكان البركان دمر مئات المساكن قبل أسابيع في منطقة كابوهو فضلا عن ابتلاعه مئات المنازل الواقعة بالقرب منه من هواية في البداية إلى عمل مؤسساتي احترافي شاب سعودي يعمل محترف يظهر إبداعاته في تصميم الديكور المزيد في التقرير التالي ظهرت ولاحت ملامحها مبكرا ليرعاها بحقل التجربة ويسقيها من ينابيع الاطلاع والمعرفة فثارت الموهبة فنًا في التصميم وعالمه انتقل بها ابراهيم المزيني من الهواية إلى الاحتراف بالنسبة للموهبة التصميم دائما تكون هي ملازمة للشخص أحيانا من الصغر وبالتالي لما يحب نفسه أحيانا في مجال معين تلقوي أحيانا يجعل من هذه الموهبة أحيانا تطبيق عرض الواقع صارت معنا تقريبا حوالي 9 سنوات سابقة أحيانا بداينا بفكرة أنه كيف لا صرت بالبيت أن أنفذ التصميم بالبيت عندي وغرفتي مثلا موهبة دنى بها بالخيال من الحقيقة فاستطاع من خلالها كمصمم خلق الفكرة ليصنعها بعد ذلك على الواقع حقيقة حية غالب الناس يجوز لهم الصور الموجودة على رسالة التواصل وبالتالي حيانا تطبيق على جهة أرض معينة صعب حيانا أصلا الصورة هذه خيالية فحنا نحاول نقلب نقطة معينة حنا والعميل أن هذه النقطة يجازت لك والتصميم يجاز لك ممكن أن نفذ 80% سبعين بالمئة عرض الواقع لابد أن يكون فيه شوي واقعي بحيث لوجود الخامعات البيئة الملائمة للتصميم نفسه الشكل هذا ممكن تطبيقه على هذا المبنى من هواية في البداية إلى عمل مؤسسات احترافي لم يجعل لتلك البداية نهاية سامي الشبرمي بريدا أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم إرساء عقد تركيب العدادات الذكية على إحدى الشركات الوطنية التي ستبدأ عملية تركيب المشتركين خلال الشهرين المقبلين مشيرة إلى أنه سيتم تركيب مليونين ونصف مليون عداد إلكتروني ذكي خلال الثلاث سنوات المقبلة وذلك كمرحلة أولى وأتات هذه العدادات الذكية ضمن جهود السعودية للكهرباء لرفع موثوقية شبكات التوزيع والوصول إلى أعلى درجات الدقة في الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المالية كما تهدف أيضا لحماية أنظمة الشبكة الكهربائية من الهجمات والاختراقات الإلكترونية وزارة الإسكان عبر برنامج وافي ستة رخص بيع على الخارطة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض والدمام وجدة والمدينة منورة وفي مدينة ينبع ستوفر أكثر من خمسة آلاف وسبعمائة وحدة سكنية متنوعة بين الشقق وفلل بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال ويسعى برنامج وافي إلى تطبيق كافة المعايير عند إصدار رخص للمطورين العقاريين والحفاظ على حقوق المشترين وضبط السوق العقارية عقد مجلس الأعمال السعودي لبريطانيا المشترك لقاء في لندن حول ممارسة الأعمال التجارية في المملكة بحضور نحو خمسين شركة بريطانية ومشاركة عدد من مثل القطاعات الاقتصادية الحكوميتي والخاصة من البلدين وأنوها عدد من مسؤولية الشركات البريطانية خلال اللقاء برؤية المملكة عشرين ثلاثين الطموحة وشيدين بما حققته المملكة بشأن تحديث إجراءات وأنظمة عمليات الاستثمار والتجارة أغلق سوق الأسهم المحلية اليوم تداولات على انخفاض بلغ عشر فاصل تسع عشرين ليغلق المؤشر عند مستوى ثمانية آلاف واربعمائة واثنين وخمسين نقطة وبتجاوزات قاربة الثلاثة مليارات ريال مشاهدين الكرام مالان مع نشرة الحوال الجوية قدم لكم الزميل نايف العليان أهلا بكم مشاهدين الكرام وليكم محوال التفص المتوقع خلال الساعة القادمة من شيء ثلاثة يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة منورة وماكة المكرمة والأزاء الشرقية للمرتفعة الجنوبية الغربية ويمتد تأثيرها من شيء ثلاثة إلى نجران والسواحل الجنوبية الغربية للمملكة وكذلك على الأزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض بينما السماء غائم جزئيا على الأزاء من وسط وجنوب مملكة مع فرصة من شيء ثلاثة لهطول أمطار رادية على المرتفعة الجنوبية والجنوبية الغربية تشمل من مرتفعة الباحة وعسير وكذلك جازان وتمتد من شيء ثلاثة إلى مرتفعة منطقة مكة المكرمة ونتقل بكم الآن مشاهدين الكرام إلى حالة تقصد درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعة القادمة من شيء ثلاثة سحب متفرقة على السماء مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك السماء غائم جزئيا على منطقة الرياض والدمام وأجواء حارة نهارا عليها وكذلك على بريدة وسحب متفرقة على سماء حايل وأجواء صحة ومستقرة على المنطق الشمالية المملكة تشمل اسكاكا وعرعر وكذلك في تابوك ونسبة رطوبة علي يا مشاهدين الكرام على السماء الغربية المملكة وأجواء صحة ومستقرة على سماء جدة وسما غائم جزياً على المرتفعات الجنوبية وجنوبية الغربية مع فرصة بمشاية للتعالي لهطول أنطار رعدية خلال فترة ما بعد الظاهرة على مرتفعات الباحة وعسير وكذلك في جازان هذا كان كل مهدين المشاهدين الكرام شكراً لكرام متابعة وإلى اللقاء ختام نشرتنا تذكير بأبرز العنوين قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً بالسين طلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة قوات الجيش اليمني تتقدم باتجاه جنوب شرق محافظة تعز قوات النظام تقصف نوى السورية وخروج المستشفى الوحيد عن الخدمة شكراً لكرام متابعتكم تحية لكم كافة الزملاء ومني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة